السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو جديد لجداري مودرن. ان شاء الله الفيديو هيكون سهل. تابع الخطوات او البول. هتستفيد ان شاء الله. هنبتدي ممكن تحدد طبعا المنزر ده بالرصاص الاول. انا غالبا علشان متعود على شغل المسدس فانا بحدده بالمسدس يعني. اخدنا في الاول منحنة انسيابي. في بداية الجنب. سبنا متر واخدنا المنحنة. الاولاني وسيبنا متر من على الشمال واخدنا منحنة التانية. بحيس نقسم الجنب تلت تلات. تلت وتلت وتلت. آآ بعد كده هناخد التلت اللي في النص بالاستنبة دي. او باستنبة النسيج او باستنبة آآ الحجر السريدي اللي احنا عملنا قبل كده. او بالاستنبة المودرن اللي هي الاربع اضلاع. او آآ نعمله كابيتونية مسلا تنجيد. اي نوع من انواع الاستنبات ان شاء الله يمشي معاك ويطلع نتيجة كويسة. آآ الاستنبة دي بسيطة وسهلة. هتلاقي ان شاء الله هحاول ان انا اكتب لكم المقاسات بتاعتها في الشرح تحت الفيديو. علشان اللي حابب يعملها. معمولة بقطعة كارتون. وبنفس الحجم اللي قدامكو ده. وبنستخدمها بنفس الشكل ده. بالرش طبعا آآ عملنا لون بوني يناسب ارضية البيج اللي احنا شغلين عليها ويناسب الوان المكان اللي هو الجبس بيج وكده. بحيث ان احنا ننسك الالوان يعني. آآ بالرش طبعا في الاتجاهات زي ما انت شايف كده. بنفس الطريقة كده. بس بنضغط على قبض المسدس ضغطة خفيفة بحيث انه ما يرميش اللون كتير يعني. يعني ما نقفل البوهية بتاعة خروج البوهية من الفونية بتاعة المسدس. بالشكل ده. فبالرش كده هي بتكمل بعضها. فطبعا آآ احاول تخلي مقساتها مزبوطة علشان تطلع معاك الشغل ما يكونش فيه انحراف آآ او ما تطلعش في الاخر آآ مرحلة شمال يمين اكبر اصغر ما تتنسكش مع بعضها يعني. تمام بنفس الشكل ده كده. آآ اللي بيسأل على كيفية مسكة المسدس بالشكل الاحترافي. ان شاء الله ان شاء الله في فيديو قريب جدا بجهز له طريقة استخدامك للمسدس ده. واعتقد ان الناس كتير محتاجة الفيديو ده. تابعوني وان شاء الله هنزل فيديو هيفيد اي حد حتى لو ممسكش مسدس قبل كده هيعرف يستخدم المسدس بسهولة جدا. هنزله طبعا بالفيديو آآ شرح كامل للمسدس ونوايته وطريقة استخدامه وفتحات خروج الهوى وخروج البهية آآ ضغطتك على المسدس ده ليها عامل كبير طبعا. كل ده ان شاء الله هنتكلم فيه في فيديو قادم آآ ان شاء الله. بعد ما خلصنا الاستنبا بالشكل توزيعتها في التلت اللي في النص بنبتدي نرش ايه لو حابب يعني ان احنا بنغبر تغبير خفيف على الاستنبا بحيس نغمق شوية اللون وندي له آآ تاكسيم اكتر بالشكل ده. بنرش في نفس الاماكن اللي احنا رشنا فيها بس بدون استنبا يعني. تغبيرة خفيفة كده. ضغطة خفيفة. بتطلع معاك الشكل ده. تمام? ان شاء الله. آآ احنا كده خلصنا الاستنبا. هنجيب لون اسود ونلون الفواصل بتاعتنا اللي احنا قسمنا بيها الجنب في البداية اللي حددتها بالرصاص حضرتها بالشكل ده. ممكن تاخدها في العيدل طبعا. ممكن تاخدها على شريط لز. آآ ما تحاولش تصعب الموضوع على نفسك في ان انا بعملها بالسرعة دي. اولا انا مسرع الفيديو آآ بس كل الحكاية ان انا اتحكمت في المسدس بالشكل ده. علشان يطلعها انسيابية بالشكل ده. فتقريبا التلات آآ تلات في الجنب آآ نفس المقاس تقريبا يعني. عملنا الاسود بس كفاية. آآ المفروض طبعا تغلف بجرائد بس انا ايه? آآ خدت شريط آآ لاصق على الشمال وبتديت اغبر آآ لون غامق قريب من اللون النبيتي كده. على نهاية الجنب بحيس ان احنا نعزل الجدار بتاعنا عن بقية الوان المكان. هيفرق معاك طبعا التخبير ده بحيس ان احنا لو عملنا اي حاجة عليه بعد كده بالابيض هتبعن. تمام? واليمين كمان بنفس الشكل. وبنفس اللون. آآ اللون ده معمول من اسود. واحمر. وآآ سنة ازرق. بحيس ان هو يديني النبيتي اللي هو على موف سنة يعني. يعني مش آآ مش نبيتي صريح. ممكن تستخدم اي لون طبعا. ممكن تستخدم بني غامق. ممكن تستخدم اسود. آآ على حسب راحتك في الالوان. المهم ان انت بتغبر على مم مفيش للداخل. آآ جبنا لون اصفر. او برتقاني ممكن يمشي عادي. آآ نكمل بيه تغبير برضو على مفيش. آآ اهم حاجة تاعت الرسمة اللي انت بتعملها. اللي هي الخلفية. بالشكل ده. بعد ما غبرناه بتجيب حضرتك القلم الرصاص. وتحدد الورد. آآ بص في الصورة عادي. ثبت الصورة وحدد الورد في اماكن عشوائية بالشكل ده. ورود عادية جدا. زي ما انت شايف. انا بحددها بالمسدس طبعا. عددك ممكن تحددها بالمسدس. او ممكن تحددها طبعا بالقلم بالرصاص. لان ده كله هنشتغل عليه تاني لسه. قبل ما ما تدهن اللون الورد. بعد تحديد الرصاص هتغبر بالليسود اللي هو الظل بتاع الوردة من تحت بس. بالشكل ده. قبل الدهان. وتبتدي تدهن. احنا دهننا هنا بلون روز. حضرتك ممكن تدهنه ابيض ممكن تدهنه اي لون تاني. المهم من لون الوردة اللي هترشه. يكون اغمأ من لون الارضية اللي حضرتك شغال بيها. احنا قلنا كده في الفيديو بتاعي مبارح. بالشكل ده. دي فرشة عادية. اصبح التغبير باين اهو. اللي احنا غبرناها اللون الاسود. باين في اتجاه واحد اللي هو تحت. اسفل الورد. ده اللي هو الخيالي. تمام. بنجيب لون نبيتي. غامق. ونبتدي نروش بيه. نحدد معالم الوردة بالشكل ده. حضرتك بتقسم الورق بتاع الوردة في الاول بالشكل ده. ممكن تقسمه برضو بالرصاص. علشان تغبر عليه في اتجاه واحد. يبقى نص فاتح ونص غامق. في الورقة نفسها بتاعت الورود. التحديد اهي? اعتقد انها واضحة. بالشكل ده. يا ريت يا جماعة تقولولي في الكومنتات ان الناس استفادت ولا لأ. يعني اتمنى تقولولي اي حد يتفرج على الفيديو ده يقول لرأيه. بصراحة في التعليقات على الفيديو. علشان ده هيفرق معي. وطبعا هيخليني ان انا استمر في نشر فيديوهات بالشرح بنفس الطريقة كده. ده لو حضرتك حابب يعني. فياريت سيب لي كومنت بخصوص الموضوع ده. لان المونتاج والتسجيل والتصوير كل ده ما اقدرش اقول لكم ده مجهود. فاحنا عايزين نساعد بعض او نشجع بعض على كده يعني. عشان نقدر نستمر في المزيد ان شاء الله. فاللي يستفيد يقولي ان هو استفاد. واللي طبعا اللي عنده مشكلة برضو يكتبها لي وان شاء الله هارد على كل واحد بخصوص اي سؤال هيكتبه في كومنت. اي نقطة مش وصلاك مش فاهمة. ياريت سيب لي تعليق بيها وان شاء الله ان نحاول نوصلها لك. جبنا لون اصفر ودينا تشهات خفيفة على الورق. بالشكل ده. تمام? جبنا اللون الاسود. حطينا بيه قلب الوردة. بالشكل ده. مع تغبرة خفيفة. اسفل الدايرة السودة بتاعت قلب الورد. تمام? دول كم نقطة كده. آآ بيديو ديكور شكل الجداري بعد ما يخلص. فالشغل ده يا جماعة شغل فري يعني. احنا بنشتغل آآ براحتنا اللي بيجي في خيالنا بنعمله. ما تكبرش نفسك على الفيديو اللي انت شايفه. ممكن تبدأ اي حاجة في خيالك ممكن تعملها. بعد كده جبنا ابيض صريح واشتغلنا بالشكل ده. طبعا بنفتح. في عكس اتجاه اللون اللي احمر النبيتي اللي احنا اشتغلنا به. ندي الطاشة خفيفة بالابيض. علشان تجسم الوردة اكتر. تمام? بالشكل ده. اعتقد انها واضحة. ده فلاش خفيف. يعني بيدي طعم كده للجدارية. مهمة جدا تشريحة الابيض اللي في الورق دي. مع كم وردة خفيفة كده بالابيض نفتح الارضية. وكده تمام بنبقى وصلنا لنهاية المنظر بتاعنا. ياريت لو عجبك الفيديو شير.